السلام عليكم أربعة أعوام منذ القلاب الحادي والعشرين من سبتمبر أعوام تلاحقت فيها الأحداث وأحصيت خلالها آلاف القتلى والجرحى وكذلك آلاف المعتقلين والبخفيين قسرا وكثرت فيها تقارير عن ضحايا التعذيب والألغام والأوبئة وحتى المجاعة من اشتياح المدن وتدخل التحالف إلى مجازر تائز والحديدة وصعدة وغيرها عنوين ستبقى راسخة في الذاكرة مسلسل الأحداث بدأ في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 حيث سيطرت ميليشيا الحوثي وصالح على العاصمة صنعاء وجرى في اليوم ذاته التوقيع على اتفاق السلم والشراكة في 22 يناير 2015 أعلن الرئيس هادي ورئيس الحكومة أنذاك خالد بحاح الاستقالة بعد مطالب تعجزية لميليشيا الحوثي وفي السابع من فبراير من نفس العام أصدر الحوثيون إعلانا دستوريا تم على إثره حل البرلمان وتشكيل لجنة من قادتهم لإدارة البلاد في العشرين من الشهر نفسه تمكن الرئيس هادي من مغادرة صنعاء سرا إلى عدن واتخذها عاصمة مؤقتة وأعلن تراجعه عن الاستقالة ورفضه انقلاب الحوثيين وفي السادس والعشرين من مارس 2015 بدأت دول التحالف بقيارة السعودية عملية عسكرية تحت اسم عاصفة الحزم وفي الحادي والعشرين من أبريل من نفس العام أعلنت قيارة التحالف توقف عاصفة الحزم وبدأ عملية إعارة الأمل بعد ذلك بشهر قصفت ميليشيا الحوثي نازحين في مدينة التواهي بمدينة عدن أدى إلى استشهاد أكثر من ثلاثين مدنيا وإصابة أكثر من ستين آخرين وفي الحادي والعشرين من أبريل 2016 انطلقت مشاورات الكويت وفشلت في التوصل إلى اتفاق وذلك بعد جولتين فاشلتين في جنيف في يونيو 2016 ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة في حي الدعوة بمدينة تعز استشهد فيها ستة عشر مدنيا بينهم نساء وأطفال سبقتها ولحقتها مجازر عدة وفي الثامن من أكتوبر 2016 قصف الطائرة للتحالف صالة عزاء في صنعاء قتل فيها 140 شخصا وفي الرابع من ديسمبر 2017 قتل الحوثيون حليفهم صالح وذلك بعد إعلانه الانتفاضة ضدهم وفي مايو من هذا العام استشهد وأصيب أكثر من عشرين مدنيا في قصف حوثي استهدف حيا سكنيا بمدينة مأرب سبقتها عدة مجازر للميليشيا هناك وبعد ثلاثة أشهر استهدف قصف سوقا للسباك وبوابة مستشفى الثورة العام بالحديدة أسفر عن سقوط ما يزيد عن مئة وخمسين مدنيا بين قتيل وجليح بعدها بستة أيام قصف الطائرة للتحالف حافلة طلاب في منطقة ضحيان بمدينة صعدة استشهد خلاله أكثر من أربعين طفلا بعدها بشهر اعترف التحالف بالظلوع في مجزر الضحيان ووعد بمحاسبة المتسببين فيها وتعويض أهالي الضحايا في السادس من سبتمبر الماضي أعلن المبعوث الأممي بدأ مشاورات غير مباشرة في جنيف لكن الحثيين تخلفوا عن الحضور وفشلت المشاورات وفي السابع عشر من نفس الشهر أستشهد سبعة عشر صيادا في قصف الاستاذة فقاربا لهم بالحديدة وذلك بالتزامن مع إلان الإمارات بمعزل عن الحكومة اليمنية بدأ معركة واسعة هناك موسيقى